موسيقى ثم قال ذكر رسول جلال الدين إلى آمد وانهزامه عندها وما كان منه لما رأى جلال الدين هذا جلال الدين العاشق عاشق الصبيان لما رأى جلال الدين ما يفعله التتر في بلاد أذربيجان وأنهم مقيمون بها ويقتلون الانهبون والأسرون ويخربون البلاد ويجبون الأمال وهم عازمون على قزه ورأى ما هو عليه من الوهن والضعف فارق أذربيجان إلى بلاد خلاط وأرسل إلى النائب بها عن الملك الأشرف يقول له ما جئنا للحرب ولا للأذى إنما خوف هذا العدو حملنا على قز بلادكم وكان عازما على أن يقصد ديار بكر والجزيرة ويقصد باب الخليفة يستنجده وجميع الملوك على التتر ويطلب منهم المساعدة على دفعهم ويحذرهم عاقبة إهمالهم فوصل إلى خلاط فبلغه أن التتر يطلبونه وهم مجدون في أثره فسار إلى آمد وجعل له اليزك أي العسس جند يطفون ليلا يكشفون أي تحرك وخطر يأتيهم من التتر حرع سليلية وجعل له اليزك في أدة مواضع خوفا من البعات فجاء الطائفة من التتار يقصون أثره فوصلوا إليه وهم على غير الطريق الذي فيه اليزك فأوقعوا به ليلا وهو بظاهر مدينة آمد فمضى منهزما على وجهه وتفرق من معه من العسكر وتمزقوا في كل وجهه فقصد طائفة من عسكره حران فأوقع بهم الأمير صواب ومن معه فأوقع بهم الأمير صواب ومن معه من عسكر الكامل بحران فأخذوا ما معهم من مال وسلاح وتواب وقصد طائفة منهم نصيبين والموصل وسنجار وأربل وغير ذلك من البلاد فتخطفهم الملوك والرعاية وطمع فيهم كل أحد حتى الفلاح والكردي والبدوي وغيرهم وانتقن منهم وجازاهم على سوء صنيعهم وقبيح فعلهم في خلاط وغيرها وبما سعوا في الأرض من الفساد والله لا يحب المفسدين فازداد جلال الدين ضعفا إلى ضعفه ووهنا إلى وهنه بمن تفرق من عسكره وبما جرى عليهم فلما فعل التتر بهم ذلك ومضى منهزما منهم دخلوا ديار بكر في طلبه لأنهم لم يعلموا أين قصد ولا أي طريق سلك فسبحان من بدل أنهم خوفا وعزهم ظلا وكثرتهم قلة فتبارك الله رب العالمين الفعال لما يشاء أقول قادة الإسلام وأئمتهم لم يقدموا أي معونة لجلال الدين لجلال الدين العاشق ولا لعساكره الذين يقاتلون التتار الغزاة الكفار بل أن الأئمة الخلفاء المسلمين سلبوا ونهبوا عساكر جلال الدين بل إنهم لم يحركوا ساكنا وبقوا أذلاء صاغرين عملاء خائنين خامعين أمام كل الجرامة التي ارتكبها التتر في كل البلدان التي دخلوها خلال تحركهم في بلاد الإسلام في حال ملاحقتهم لجلال الدين وباقي الأحوال فأين هذه المواقف الذليلة الخيانية الغادرة لعلماء أبناء التيمية وخلفاء الأمة وأئمتهم وأينما يدعيه منهج التدليس التيمي من أن الإسماعيلية هم السبب في تحرك التتار ضد جلال الدين والقضاء عليه وعلى أسكره ودولته وإذا كان التتار وهم في عمق وقلب بلاد المسلمين يصونون ويجونون كيف ما يشاءون ومتى يشاءون وكانت عندهم عيون التجسس والمعلومة الاستخبارية التي تمكنهم من التحرك بكل حرية وأمان في البلاد الإسلامية بحيث يخفى تحرك جيوشهم بعدتها وأتادها حتى على اليزك الحراس والحرس الليلي الذين وضعهم جلال الدين فهل مثل هؤلاء يحتاجون إلى أن يخبرهم الإسماعيلية عن ضعف جلال الدين وجيشه حتى يتحركوا بناء على معلومة الإسماعيلية الباطنة الباطلة قال تعالى فإنها لا تعمل أبصار فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور فقد عمل الله قلوب المدلسة أبناء تيميه ونسأله تعالى أن يعني أبصارهم في الدنيا والآخرة وأن يحشرهم مع جلال الدين العاشق ومع شوقه الخصي ترجمة نانسي قنقر